السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم فيديو جديد على قناة التكامل والتقني ان شاء الله النهاردة هنقولكم او هنراجع معكم مواصفات كيسة اتش بي اللي هي موديل ترنومية جي وان تمام هنراجع معكم النهاردة كيسة كمبيوتر او ديسك توب اتش بي اللي هو موديل ترنومية جي وان تمام اللي هو بيجي بمعالج كور اي فاي في جيل رابع طيب اول حاجة هنقول لكم على مواصفات الكيسة من الخارج طبعا طبعا الكيسة بتيجي باثنين يو اس بي سريه واثنين يو اس بي تو تمام لها ده طبعا من الامام وعندنا مدخل سماعة ومدخل للميت تمام دي كده مداخل الكيسة من الامام وطبعا هنا عندنا اللي هو الدي في دي رايتر تمام وده هيبقى الباور اللي هو بتاع الفتحة والقافل طيب احنا ان شاء الله برضو في الفيديو ده هنقول لكم على كل حاجة بالنسبة للكيسة دي بالنسبة لسعرها وامكانيتها او مميزاتها وعيوبها تمام طيب احنا كده قلنا على مداخل الكيسة اللي يبني الامام اللي هي عبارة عن اثنين مدخل يو اس بي سريه واثنين مدخل يو اس بي تو تمام وهنا مدخل للميك ومدخل للسماعة وهنا الدي في دي رايتر تمام طيب هنشوف كده مداخل الكيسة من الخلف طبعا طيب ديت مروحة الباورت سابلاي اللي هي بتقتصب الباورت سابلاي او تغص الباورت سابلاي وهي مروحة تبريد لمكونات الكيسة من الداخل تمام زي الرامات وكاد الشاشة وكده برضه تمام طيب بالنسبة للمداخل الاخرى عندنا هنا مدخل الكيبورد تركب فيه الكيبورد وهنا مدخل للموس وعندنا هنا اثنين مدخل يو اس بي وهنا مدخل اللان وهنا اثنين مدخل اللي هو تعوده توصل منه او بديل الكابل الفيجاه اللي هو الازرق تمام بس اهم حاجة يكون عندك برضك في الشاشة نفس المدخل ده تمام طيب وهنا طبعا مدخل الفيجاه العادي وهنا في اتنين مدخل يو اس بي ستراعه واتنين مدخل يو اس بي تو تمام وهنا مدخل الصوت وده برضو مدخل صوت تاني تمام طيب بالنسبة للكيسة انا جايبها ما كانش فيها كابت الشاشة يعني هي جاية فاضيا وان شاء الله هقول لكم في اخر الفيديو على سعر الكيسة وهقول لكم بردوك على المشكلة اللي هي قابلتني عشان يعني ايه تقدر تتجنب المشكلة دية تمام طيب هنبدأ نفتح الكيسة كده ونشوف مكوناتها من الداخل طيب هنبدأ افتح الكيسة بالشكل ده عشان نشوف مكونات الكيسة من الداخل طيب ده هو الشكل الكيسة من الداخل او طبعا الكيسة بتيجي ببروك سابلاي تلتمية وعشرين واط تمام تلتمية وعشرين واط طبعا البروصير اللي فيها اللي هو كور اي فايف خلصمية وسبعين جيل رابع تمام طيب الكيسة انشارها جاي ببرامات تمانية جيجة لكن البوردة بتشيل معاك لحد اتنين وثلاثين جيجة رام تمام يعني لو انت عايز تركيب لها اتنين وثلاثين جيجة رام البوردة Wellness سيكيب اعطل معاك لثلاثين وثلاثين جيجة رام عادي تمام نشوف انا حاليا مركب فيها تمانية جيجة او الامكانيات اللي الكيسة جايَ بيها تمام طيب والكيسة عندي لت مجاهزة يعني انت اركب هي كرت الشاشة تمام يعني ان هنا كن فيها كرت لتركيب ولسه في مكان زياده هنا هو. والكيسة طبعا بتيجي بهارض 500 جيجة. تمام? بتيجي بهارض 500 جيجة. وان شاء الله اقول لكم بردوك في اخر الفيديو على السعر الكيس. طيب بالنسبة للمشكلة اللي قابلتني بالنسبة للكيسة دي ة. المشكلة ان انت لو انت عايز تزود لها رام ما تحاولش اللي انت تجيب الرام وتركيبها بنفسك. ليه? انا عملت كده جبت الرامة وجيت ركيتها حباتي لانا زود لها رام. بعد ما ركبت الرامة ديات البردة حصل فيها افلة. طبعا روحت للبايع بدي الهالي بكيسة تانية بس خد فرق البردة الاديمة. تمام? فانت لو عايز تزود رام روح للمحل اللي انت تشارها منه وخليه هو اللي يركب لك الرام. تمام? لان انا جبت الرامة من عنده وجيت اركبها وركبت الرامة عادة خالص. لقيت حصل معرفش في مشكلة حصلت. اطرح ان بيقول لي حصل افلة في البردة. تمام? فعشان ما تقعش في المشكلة اللي انا وقعت فيها. لو حبيت اللي انت تزود رام. خد الكيسة وروح للمحل اللي انت شارها منه. خليه هو اللي يزود لك الرام. تمام? عشان انا جبت الرامة من عنده وجيت اركبتها عادي. ما عارفش ايلا حصل. اطرح انها عاملت افلة في البردة. معي ان انا كنت مركبها بشكل سليم. فمن الافضل اللي انت لو حبيت تزود الرام للكيسة ديات. تاخدها وتروح للمختص هو يركب لها الرام. تمام? طيب بالنسبة للكيسة دي لبضلك بتشيل معالج. لو انت حبيت تغير لها المعالج. بيركب عليها بضلك معالج كور اي سيفن جيل رابع. تمام? يعني بيركب عليها كور اي فايف جيل رابع. كور اي سيفن جيل رابع. طيب ان هنا هو تمنذكب لها بضلك اس اس دي عشان يزود له السرعة. وده لازم مع اي كيسة جديدة. مع اي كيسة عشان تديك امكانيات حلوة. لازم ان تركب لها الاس اس دي. وزي ما احنا قلنا البوترية بتشيل لحد اتنين وثلاثين جيجابايت رام. تمام? وممكن اللي انت تزود لها كرت الشاشة. طيب اي الكيسة دي شعرها نجيبها بدون كرت الشاشة. بالمعالج اللي فيها اللي هو كور اي فايف جيل رابع. خمسمية وسبعين. مع تمانية جيجابا بتعمل لها الفين وخمسمائة جنيه. تمام? ومفيش فيها كرت الشاشة. كرت الشاشة اللي راكب دوت انا ايام مركبه من عندي. كان عندي قديم وقمت مركبه في الكيسة. لكن هي تشيل كرت الشاشة اعلى من كده. تمام? طيب من عيوب الكيسة دي ايه? من عيوبها ان بتاعها ضعيف. ثلاثمية وعشرين وده طبعا اعتبر يعني بالنسبة للوقت اللي احنا فيه ده قليل قوي. وبرك من عيوبها ان لو البورسة اللي دوت حصله حاجة صعب اللي انت تغيره. اسمع ان فيه وصلة كده ممكن تشتغل بس بتصل عليها بصعوبة. طبعا الكيسة دي ممكن يكون نوعها او الموديل بتاعها قديم شوية. بس هي موجودة حاليا في المحلات بالنسبة كبيرة. يعني هي اللي بتتباه حاليا في المحلات. رغم اللي هي نوعها قديم. عشان كده عبيت اللي انا اعمل لكم عليها فيديو. تمام? وارجع واقول بالنسبة للكيسة دي عشان ما يحصل لكش مشكلة زي اللي حصلت معي. لو انت عايز تزود لها رام. خدها وروح للمقتص اللي انت شارع منه وخليه هو تزود لك الرام. لان انا جبت الرامة من عنده وقلت له انا هركبها. مجرد ما ركبتها في الكيسة لقيتها بقت تعمل خمس صفرات. ومن بعدها الكيسة ما اشتغلتش تاني. فقال لي ان البودة حصل فيها قفلة. وبدي الهالي بكيسة جديدة. واخد فرق الحساب. ودي كده مراجعة بسيطة. كيسة اللي هي موديل تمنمية جي وان. تمام? وكده هنكون وصلنا لنهاية الفيديو. وازي عجبك الفيديو اضغط لايك. وما تنسوش اشتراك في القناة وسنشجعونا اللي اهنا هنعملكم فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.